ده أنا عايز أبدأ معه سعد السفير على الجملة اللي قالها المزيع إن الدور المصري بدأ حتى من قبل 48 لأجل هذه القضية وهي قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة وصولاً للحظة الحالية وهي المذكرة المصرية أمام محكمة العجل في واقع الأمر حضرتك محق طبعاً موقف مصر حكومة وشعباً بالنسبة لنصرة فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية ده سابق على قيام إسرائيل في مايو عام 1948 القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر مش قضية فقط الحقوق الوطنية المسلوبة للشعب الفلسطيني هي قضية أمن قومي مصري كانت قضية أمن قومي مصري في 48 وما زالت قضية أمن قومي لمصر في عام 2024 بغض النظر عن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ما غيرتش حضرتك هذه المعادة ما غيرتش في سوابت تاريخية في منطقة الشرق الأوسط والدليل على ذلك أنه من 67 لغاية هذه اللحظة نحن نتعامل مع الضفة الغربية أن هي أرض محتلة بنتعامل مع غزة أن هي أرض محتلة حتى ديباجة معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وقبل ما أقول اتفاقيات كام ديفيد اتفاقياتين كام ديفيد في سبتمبر 78 اتفاقياتين اتفاقية تتعلق بمصر وإسرائيل واتفاقية 8 إطار السلام في الشرق الأوسط الدباجة دباجة معاهدة المعاهدة المصرية الإسرائيلية الموقعة في واشطن في 26 مارس عام 1979 ودباجة المعاهدات في قانون المعاهدات دباجة المعاهدات جزء لا يتجزأ من صلب المعاهدة الدباجة المعاهدة السلام تقول إيه؟ اسمحوا لي بس اقتناعا بالضرورة القصوى للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط في إطار قراري مجلس الأمن 242 و338 الالتزام بإطار السلام في الشرق الأوسط بكام ديفيد في 17 سبتمبر 1978 اقتناعا بأن التوقيع على معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل يمثل خطوة همة في عملية السعي للسلام الشامل في المنطقة وللتوصل إلى تسوية للصراع العربي الإسرائيلي بكامل أبعاده وبالتالي ما أقدمت عليه مصر اليوم أولا هو خطوة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الاستراتيجي خطوة في غاية الأهمية وخطوة يعني أعتقد أنها ستحظى بتأييد واسع من الجماهير المصرية بدون استثناء الجماهير المصرية كانت منتظرة وكانت متوقعة وكانت مطمئنة أن فيه رد قوي من مصر على ما يدور في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي سفر فدي شارة استجابة أولى للتطلعات الشعبية واستجابة حضرتك ليه استجابة قوية وجاءت في وقتها لتمادي الإسرائيليين في عدوانهم على الفلسطينيين فيه قطاع غزة وفي الضفة الغربية الإسرائيليين أو الحكومة الإسرائيلية طوال الأربعة تشهر الماضية نحن داخلين في الشهر الخامس لهذا العدوان كانت بتتصرف أن مصر لن تتحرك أن مصر لن تتحرك اليوم مصر تحركت وتحركت بقوة وتحركت بقوة في إطار ميساقة الأمم المتحدة في إطار القانون الدولي العام وفي إطار معهدة السلامة المواقعة مع إسرائيل وما يعني ما أقدمنا عليه اليوم لا شك أنه هو حيمثل للشعب الفلسطيني قدرة على الاستمرار في التصدي للعدوان الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وأعتقد أنه إسرائيل كلها في هذه الساعة وفي هذا اليوم في حالة تقاهب قصوى لماذا فعلت مصر هذا؟ وحيجعل فيه ضغوط متزايدة على الحكومة الإسرائيلية أنها تعيد حسابتها في مجمل الموقف سواء في القطاع أو بالنسبة للقضية الفلسطينية أو بالنسبة لتعاملها مع الشرق الأوسط وإذا كان بينهم رجل رشيد أليس بينكم رجل رشيد واضح أن هذه الحكومة ليس فيها ولا واحد رشيد ترجمة نانسي قنقر